في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة عادت نبرة التهديدات الإسرائيلية لترتفع ضد محور المقاومة الجيش الإسرائيلي متأهب وجاهز جيدا لكل سيناريو نحن نحافظ على حرية عمل مطلقة والاعتبارات الوحيدة التي توجهنا هي اعتبارات أمن إسرائيل ومن لم يفهم هذا فمن الأفضل له أن يفعل ارتفاع نبرة التهديد الإسرائيلية قابلتها دعوات وتحذيرات من قبل خبراء ومعلقين من خطورة هذه التصريحات في ضوء توازن الرعب القائم بسبب قدرات حزب الله الصاروخية علماء وخبراء عسكريون إسرائيليون حذروا من أن صاروخا واحدا من تلك الموجودة في مخازن حزب الله قد يصيب موقع المصانع البيتروكيميائية في حيفا وهو كفيل بإحداث كارثة إذا حصرنا الأهداف في حيفا نكتشف أنه ليس هناك منطقة مفتوحة وهذا يعني أن أي صاروخ قد يؤدي إلى ضرر وأن إصابة واحدة قد تشعل المنطقة التحذيرات الإسرائيلية انسحبت أيضا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي أكد وزير الأمن أفكدور ليبرمن أنها غير مستعدة للحرب فضلا عن أن كل منظومات الدفاع التي طورتها إسرائيل لن تمنع الضرر بنسبة كبيرة إن تحصين الجبهة الداخلية في الشمال ناقص على نحو مؤثر وإن فجوات التحصين فيه خطيرة جدا هناك ألاف الصواريخ بحوزة حزب الله ولنأخذ بالحسبان إمكانية تنزلق عشرة في المائة منها فقط علينا عندها سنعلم ما الذي سيحصل التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن المواجهة المقبلة مع حزب الله لن تكون شبيهة بأي شيء سبق وحصل لغاية الآن وأن قوة النيران المتركزة اليوم بيد حزب الله قد تخلق وضعا يمكن أن تدفع فيه إسرائيل ثمنا ضاهظا ليس على المستوى العسكري فحسب إنما على المستوى الاقتصادي أيضا الأمر الذي دفع محللين إلى القول إنه يجب أن يحصل شيء ما يثبت للحكومة بأننا لن نسير كالخراف إلى الجولة التالية التي تقودنا إليها